عارف يا ده يا رمزي ايه اللي مصبرنا عليك؟ ايه دولة؟ مش عارف شكرين يا حتة ايه ملك يا حتة واقف مش مزبوط كده ليه؟ مش عارف يا باشا ضيخ كده وحس ان اه هرجع لا بص لو كده بص الناحياتي بص الناحياتي ونفسك غم عليك كده يا حتة وكده؟ بس يا ده يا رمزي عيب يا ده تا متجوز بقلك كتير يعني؟ لا قريبة يا باشا ممكن تبقى حامل خلي بالك لا مهزر يلا ملك بجد حتة ايه مش عارف يا باشا دور جايلي كده بس انا مش مهم اصيز عادل مهم ام ام باشا تعبانة تعبانة قوي وتفكرني كده بابوه قبل ما يموت يا خبرة بياد طب يا دولة ما تديله خلطة من بتوعك دولة علشان تنسيها بوه قبل ما بوه يموت لا يلا قبل ما بوه يموت يعني احنا المهم دلوقتي فهمه مش فابوه بس ولا اهمك حتة يعني انا اخدمك خدمة جامدة جدا ده ايه ايوه هو ده بص يا معلم الخلطة دي هتاخدها على مية سخنة بتغلي جامد جدا وبعدين تسقعها في التلاجة جامد جدا وبعدين تشرب منها انت امك ودعيه يا معلم ربنا خليك لنقص زعادل والله باشا مش عارف اقول لك ايه ما تقولش ربنا يا كرامك يا باشا ويبارك لك في عيالك يا ربا باشا خلاص خلاص يا ملاحك لازم يعمل حاجة يعني برضو طبعا دولة انت ما تعمل لنا بقى حاجة دولة كده مفيش حاجة كدول ليا ايه 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 حاجة ليك ايه انت عندك صداع؟ لا عندك مغس ولا حاجة؟ لا خلاص خد دي ايه ده دولة؟ ده سبداك اه طب واخده ازاي ده دولة؟ ده بقى بالسكينة كده وابس اطلقت لسانك الاول وبعدين بالسكينة وتقوم ايه داهن كده وتصنفر وتقوم داهن تاني يعني ربنا يخليك ليا دولة رفض ده يجيب لك كل الامراض بعد كده بقديك بقى من الانواع التانية على لجلiens رفضان دي اهاوه اهاوه اه menos اه يا مام عامل ايه يا مام يا سبت الحبايب يا حبيب عامل ايه النهارضه؟ مش تيجي تقعد جنبي يا ابني في لحظات الاخيرة؟ لأ ألف سلامة ليك يا يا ماما ان شاء الله تقومي بالسلامة بازن الله واتنور beloعي البيت واتزقتي واتهياسي خد يا سناء خد ده بسرعة ايه خد ده بسرعة ايه ده؟ ايه ده يا عادل ده؟ دي وصفة مهمة جداً دي اللي هتخفف ماما واتخفف حمايةتي بإذن الله هتلنكم بايتين بس بسرعة يلا 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 لا لا شامية يا عادل انا مش هادر اخذ الحاجات المؤسفات بتاعتك دي انا فيي اللي مكففيني خالص من فضلك ارحمني خالص اسكت يا مجيد عادل مش هيعمل حاجة تخلينا نبقى وحشين مش كده يا عادل؟ ايه طبعاً يا ماما انا لو ما كنتش واصخ مية في المية من الخلطة اللي جايبها لكو دي ما كنتش تتهالكو يعني ايوا يا ابي بس حتى الاعشاب لازم تتاخد تحت اشرف دكتور ها دكتور هم الدكات اللي يحطوا مناخرهم في كل حاجة كده يا ماما دي عايزة مفهومية وعايزة عقل والمفهومية والعقل عارفين فين طبعاً يعني انا مش عارفة لي انا مش متى من النالك خالص يا عادل ولا انا يا ماما عموماً لما ماما تشرب بقى الخلطة بتاعتي دي وتخفه وتقوم تزقطك كده ساعتها هتندمي وتقولي يا ريتني خدت الخلطة تفضلي يا ماما يا ست الكل يا ست الحباير قاتي يا حبيبي بالهنة والشفة سمي يا ماما بسم الله الرحمن الرحليم الله ده حلو قوي ده حلم الكوكتير شوفت بقى يا ماما يعني انا هديك حاجة وحشة الف سلامة ليك وان شاء الله بشفة يا ماما طب انا بقى عايزة لكم ما يفتحتش لا مش هديك الكوباية خاتي مش انت قلت مش عايزة انا ماليش يدعو انا عايزة الكوبايا خلايه تتفح فيها مش هنرص من زنها آنا خدي あの موما هتعرفي قيمة الكوباية دي لما تخفي وتقوم تزقطاتي وتتنطاتي وتقولي الكلام الغريبي اللي بتقوليه بزيح يا ماجيدة العي مررد ساموا عليك عليكم سلام ورحمة الله وبركاتي ها لنا متكتور بتاعنا اه اخبارها كان حتة زي كهو زي امه الحمد لله باشا صحيتا بيتزايل فلو والله اصده عادل وليل ونهار عمالة تدعي لك ياه معقولة بالسرعة دي يا دولي يا كبير يا كبير يا جماع يعني مش عايزكم تحرجوني يعني ده كل ده بفضل ربنا احنا مجرد اسباب يعني ما عملناش حاجة يعني الحمد لله وبعدين يعني بازن الله بعون الله مع الاعشاب الطبيعية اللي انا بعملها بعد كده مش هتلاقي اي مريض موجود في البلد يعني ولا بقى مستشفىات ولا ادواء ولا كلام فرغمان ده معلم الله عليك يا دولا ايه دك يا بوسة يا اصده عادل لا 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 استغفال الله العظيم دي الشمال خد دي يا ابني احنا مجرد اسباب زي ما بقولك يعني اسباب ايه باشا ده الحمد لله انا امك كنت خلاص في قط الامن انها راح ومش راجعة تاني يا جماعة الحاضر يعني للغاية الاستاذ عادل هو اللي ربنا شافاني على اديان امي واخلونا افداك يا استاذ عادل استاذ عادل يا ابا ايه العظمة دي كلها استاذ عادل يا ابا 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 هتسوي الهوائل طفت ايه بس يا رانيا ايه المواهب دي يعني طيارة ربنا يخليك لي يا حبيبي عارف العيه ده كان غام ونزاح والحمد لله الحمد لله العف يا ماما دي حاجات بسيطة ربنا يخليك لي يا جوز بنتي بس يا ريت بقا تكمل جميلك علي وتشوف دول الضخ وانا كمان تشوف دول السكر لا بقا يشوف دول الضخ اه 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 ماشي 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 اشوف لكم ان شاء الله كل اللي انتو عايزينه واحد ضغط وواحد سكر واحد ايه ايه ده يا جماعة يا جماعة انتو كان عندكو دور برد وراح لوحدو خفلواحدو يعني انتو خفيتو بدون اي تدخلات يا نهار اسوح على حزب اعداء النجاح ده انا مش عارف انا يعني بس ما تقليش ما تقليش انا في باب مخصوص كاتبه في الكتاب بتاعي عن حزب اعداء النجاح والعلاج بتاعهم ان شاء الله ايه ده؟ في جنس بيبي؟ انت ناوي تعمل موسوعة عالمية صحية؟ اه طبعا لان الموهبة اللي ربنا ادهاني الحمدلله يعني مش لازم اخص بيها اهل بيتي بس لكن لازم افيد بيها المجتمع والناس طب يا ريتي يا بيت اعمل لي خالطة كده للذاكرة عشان الحاجات اللي بذاكيرها ما اضطرش تعرف انت لو عملت كده هتكسب دهب ده كفاء عليك السنوية العامة اه على رأيي كفاءة السنوية ده لو كل طالب في السنوية الدني جنيه بس هابقى مليونير خلاص هعمل ديه في خطة اعمالي اللي جاية ان شاء الله او كمان انا يا بابا اعملي حاجة كده خالطة يعني عشان لما اجري والعب واتنطط كده مطعبش ماشي عملك الخالطة يا اسمين اعمل حاجة بقى يا عادل عشان الهلاوس والتهيوات والجنان اه ده انت وصلت خلاص دخلت مرحلة الجملكة لا ده مش عشاني ده عشانك يا روح قلبي عشان انا ينهر اسوأ علي حزب قعداء النجاح ده مش عارفين يقولوا ايه ولا ايه ولا ايه هعمل للهلاوس والتهيوات بس على الله يجيب نتيجة معاك موسيقى اتفضل يا بروف اتفضل يا بروف اتفضل واحدة واحدة ارجعوا كده هون صف كله مش عايزين هرجع لها تعال انت يا حاجة كده عشان نلحقك انا بيابني اشوف ده حاجة للكبدة عشان تعبني اوي الكبد تعبك اوي الكبد الكبد لا ده الطحان ده اللي اوازي الكبد اهو اخدها حاجة دي خلطة مخصوص عشان الكبد معمولة من كبد الحوت مع كبد الغزال مع كبد اسكندراني ودقة بقى وايه يا معلم خد دي هتاخدها ستين مرة في اليوم لمدة اسبوع وكيلي بعد شهر ان شاء الله تفتكر بقى انا حقاش العمر ده كله الخلطة اللي معاك دي تقعدك بتاع خمسين سنة على الاهل ان شاء الله طب انا خليك يا ابني ويطرح فيك البركة ويكتر من امثالك مع السلام اين بقى عنده ايه بتقول ايه؟ اللي بعده محسوبك حمادة ابو قصة ابو قصة بص سيب شعرك يا عبر عنك مش محتاج تعرف نفسك واضح القصة طبعا تحت امرك المشكلة ان شعري ما بقاش زي الاول اكيد طول ما بص البني قدمين اللي زينا يعني لما بيكبروا شعرهم بيطول وبعدين سنانهم بتقع وبيهبالوا بعدك انت بتتكلم ليه؟ مش انا متفق معاك مفيش كلام خالص اسف المشكلة يا عفو ان شعري بقى مليان قشر والبنات اللي كانت بتجري وراي علشان شعري بقهم بيجروا مني وبرضو علشان شعري اسف اكيد بقى المشكلة يا معلم في الشعر ولا 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 انت بتتكلم انت هتعمل فيها سيني خليك في القرتاص اللي انت لابسه ده مش عايز كلام خالص اسف بالفضل يا سيدي الشعر 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 اه انت شعرك لونه اه خد دي كويسة قوي عشان الشعر اتكر على الله استعملها ازاي بقى يا بروف دي يا سيدي هتغليها في ميا مغلية جامد جدا لمدة 3 ساعات والميا مغلية وعمالة بتفاق فا تاخد منها تقعد تدعك في الشعرك جامد جدا وبعدين تقف في الشمس لمدة 12 ساعة ايوة ولو احترت بقى الدنيا احترت وكدوا ادعك راسك جامد قوي ووقف بالليل في الشمس كدوا عشان بتبقى الدنيا التراوة الشمس ايه اللي بالليل يهبل يهبل شمس ايه اللي بقى انت اي كلام جاي فيه خلاص انا مش نتعي خليك في حالك اسف مش يا رف البطارية تفضى ونخلص منك مش عايز ولا كلمة تفكر يا بوف الخلطة دي هتجيب نتيجة مع القشرة نتيجة ان شاء الله هتدعيلي لما تلاقي القشرة مشيت وما فيش اي قشرة لعلمك الخلطة دي مصنوعة من ايه من كل الحاجات اللي هي علاقة بالقشرة يعني دي مسلا معمولة من قشر السمك مع قشر اللب مع قشر البطيف شكرا يا عزب ولا 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 مطبا خذنيش الماشروع اه سين موسيقى موسيقى السلام عليكم السلام عليكم موسيقى ستسعادة takie الي جبتو دلوقتي plutôt الن recover الناس которыми الناس التي بت consent الناس التي بتأ Trinity الخلطات المرضى بتوعى لا ابني اكيد شهر申 الى صحبية مثلا لعب في دماغهم دي اكيد واشاية يا معلم موسيا 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 اسد overload الناس الماضية ناس بزياجة لابنط outrageous ايه وتتقلت دندرة دندرة مين يا عم حتة؟ انت مش عارف انت بتكلم مين يا عم ده دولة ابو الطب يعني لسه مجبس رجل النيفرتيتي قبل ما ييجي ده انا نفسه بقى في ربع شهرته عايز بقى في ربع شهرته اوي اوي كابريت واولع كده هو من هنا بقى معلم في ده كله ليه دولة؟ عشان تبقى نار على عالم يالا الجادة عنا اصابه هوا جماعة يالا بينا مخباح انا منه يالا معالمين فيه ايه فيه ايه فيه رجالة ايه ده انا بتعمل فيه كده اه انت مين حضرتك؟ انا حمادا اصق حمادا اصق وفين القص حضريتك يا بقيد حامدا اروعى ا اه اكيد حضريتك استعملت الخلطة غلط خلطة ايه بقى لا شعري يوقع الخلطة خلطتي بني سمعت تكلمك بالاوج الخلطة خلطتي اغاق اغاق ايد بس اللي بس اللي الحصل يا احكيني ايه اللي حصل ونتفاهم يعني بدل الهجوم اللي انتو عاملينه ده إيه اللي حصل؟ حصلت شي حاجة أنا خدت الخلطة منك وراواحة البتعة بالت زي ما قلتلي وحطت الخلطة هنا يا دوب لسه ما أعمل كده بشعري؟ كده؟ لقيت شعري كله طلع في إيدي كده؟ طي ما يبقى أنت لو قاعت شعرك يبقى أنا غلطان في إيه يعني؟ لا يا دول أنت مش غلطان هو اللي غلطان لقيته هتستحبله ولا إيه؟ الخلطة بتاعتك مضروبة أيوة يا دولة مضروبة وأنا اللي ضريبها في الخلاط يا دول أنت بتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ نيه؟ 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 وانا! بتديني الدواء يخليه نام على طول وتقول لي هل إيه؟ حتعيش أكتر من خمسين سنة أنت كنت نوت جميتني ولا إيه؟ يا عم أكتر من خمسين سنة إيه؟ أنت أصلاً ميت من سنتين ومخبة على أهل اخرص! يلا بينا يا رجالة ناخدو حينا منهم يلا وصاكيبت اللي قرص وصاكيبت اللي قرص وصاكيبت اللي قرص